اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو خلال اتصال هاتفي على الأوضاع الخدمية والصحية والاقتصادية والأمنية بالمحافظة والجهود المبذولة من قيادة السلطة المحلية والتنفيذية في هذه الجوانب وشدد الدكتور معين عبد الملك على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وتفعيل مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة بالمحافظة لأداء الدور والمهام المناطة بها مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بما في ذلك تنشيط القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من المقومات التي تمتلكها المحافظة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين واستمع رئيس الوزراء من محافظ شبوة إلى تقرير حول مجمل الأوضاع في المحافظة في الجوانب الخدمية والاقتصادية وكذلك الجهود المستمرة لمواجهة جايحة كورونا والتعامل مع التداعيات التي خلفتها سيول الأمطار مشيرا إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف المجالات إضافة إلى جوانب الدعم المطلوبة من الحكومة